ورجعت لكم بعد الفاصل كتير في تعاملاتنا وفي علاقاتنا الشخصية وهنقول ايه في مجريات الحياة اليومية بنتعامل مع انواع كتير من الاشخاص مش كل الاشخاص بتبقى اشخاص طوية فيه كتير منهم بتبقى اشخاص سمة او دخولها لحياتنا ممكن نقول ايه يفسدها او يعمل فيها شوية تعرقيل او يخلي حياتنا ابسط حاجة مهاش سهلة تتحول الحياة من حياة مشية straight forward او خط مستقيم لحياة صعبة ظهر احد اشهر الكتب اللي حققت اعلى مبيعات في السوق الفترة الاخيرة كتاب توكسوكولوجي السموميات او الاشخاص السمة الكتبة بتاعته كانت من الجرأة ومن الشجاعة انها تدخل جوه كتير من العيوب الموجودة في النفس البشرية وتكشبها وتوضحها في صورة قصص وحكايات القصة فيهم ما بتاخدش اكتر من صفحة او اتنين وبكلمات بسيطة لكن قدرت توصف وتعبر عن تصرفات هذه الشخصيات السمة من وراني النهاردة دكتورة نانسي ماهر الباحثة في علم العلاقات الاسرية والكاتبة ومتخصصة في مشاكل المراهقة اهلا بك اهلا بحضرتك شكرا على المقدمة الحلوة لا دي حقيقة دي شرف ليا اصلا تكسيكولوجي جي الاسمي منين يا دكتور نانسي هو الاسم دا لي قصة طويلة قوي بس هو كان اسمه حاجة تانية بس كان شوية زي فاني كده كنا هنسميه اجري يا ماجدي اهلا هو ايه اجري من العلاقات التوكسيك وبعدين قعدنا مفكر في حاجة ازاي مثلا لما شفت الكوفر بتاع الكتاب حسيت شكله كده عميق قوي فاجري يا ماجدي مش ماشي معاه وكان عجبني جدا الكوفر فضلت افكر 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 لغاية ما اقولت احنا كنا في الجامعة بندرس مادة اسمها تكسيكولوجي علم السموم فسبحان الله كده اوته بذبلو حاجة فجأة كده قلت ايه طب ما هي تكسيك وده علم فتعالى نخليها تكسيكولوجي واتوانت يعني حلوة جدا الحمد لله وحسيته معبر جدا عن المعنى او عن الحاجة فعلا اللي انا كنت عايزة اوصلها وتعاملت مع البشر على انهم انواع مختلفة من السموم من السموم طباعة البشر طباعة البشر كلمين عن الكتاب بصي هو الكتاب انا بقالي تقريبا دخلة في عشر سنين مثلا في شغل الريليشنشيب كوتشنج او اللي هو العلاقات الاسرية مشاكل علاقات الاسرية فبشوف حاجات كتير قوي بقالي سنين ومعظم الناس كانت بتعاني من معظم الناس اللي بتجنة بتبقى هي اللي بتدور على المساعدة فغالبا نسبة كبيرة منهم بيبقوا هما ضحاية لعلاقات السم فلما قعدت افكر ازاي ممكن نساعد الناس دي لقيت ناس كتير قوي مثلا بتعاني من حاجات بسية ما تعرفش ايه اللي جواها او بتعيش حاجات تعباها ومرهقاها نفسيا بس هوبش عارفينهم ما تعبنين من ايه فبدأت اوصف وخصوصا من البوستات على السوشال ميديا الناس بتحب قوي الحاجة اللي بتعبر عما شعيرهم بس بلغة بسيطة فقلت هي دي المعادلة او هي دي التركيبة احنا هنخلي الناس تفهم يعني ايه علاقات سمة من خلال الحاجات اللي هي بتعيشها وعملت الكتاب زي محطات قطر يعني الاول البدايات فديت تقريبا عدد لا بقى سببين من البدايات السمة او البدايات الخطر اللي لما شوفها خلي بالي يعني ممكن يكون فيه حاجة غريبة بتحصل وبعدين طب البدايات دي بتتطور تبقى ايه طب وليه كان فريق معايا قوي اوضح للناس ان المؤذي ليه مسئولية والمأذي او الضحية ليه مسئولية مسئولية يعني الضحية مسئول مسئول عن ازاه بنسبة الماء ده شرحته في فصل كامل لوحده لما وريت الناس بسميتها كده عدسة تانية لنفس قصة يعني مثلا حد بيأذي حد فلما شرحت الحد اللي اتأذى ده ماضيه او طفولته او مراقته او قناعاته كتعاملة ازاي بان هو ليه صبر على الازى يعني انا كنت بحاول احل السؤال ده في الكتاب يمكن اكتر سؤال اديته اهتمام انه ليه المأذي بيرضى يتأذي وليه ليه بيزبر او بيستحمل فحسيت اللي هو يا جماعة ولازم الناس تفهم لانه فيه ناس انت بتحكيلها الحاجة هي بتقولك ازاي تصبري لازم تعملي لازم تمشي هم مش فهمين هو ايه اللي بخليني اصلا اصبر ايه اللي بخليني وقف في مكاني او مش قادر اخد قرار او اكشن بالزبط كده فده كان فصل كامل او محطة كاملة من محطات الكتاب انه عكست او وريت بكاميرا اوسع للطفولة او المراهقة او العلاقات السابقة بتاع الشخص المأذي او الضحية عشان خاطر نوصل للناس او نعرفهم انه انت ليه صابر فيه بنات كتير وستات بيجولي بيبقوا مش فاهمينه وانا مش عارفة انا ليه من زمان ما عرفتش اخد قرار ليه انا طول الوقت هو بيقذيني وانا مصممة اسكت او ليه مثلا واحدة سابت حد مؤذي او شو العكسة او واحد ساب واحدة مؤذية وعايز يرجع له بالرغم من كل الازى اللي هو شافه في حياته انه مش مفصود او مش مرتاح بالزبط فكل ده حاولت على قد ما قدر وصله في الكتاب انه فيه اسباب المأذي بيرضى بيها بالاذى مش بس المؤذي هو اللي بيبقى يعني مسئول في بعض الاحيان يعني زي ايه زي مثلا فكرة الجوع العطفي انه فيه شخصيات كتير بتبقى الشخصية شافت من المأذي من المؤذي نوع معين من تزديد الاحتياج وهو المؤذي حسسها بسبب ان هي ما عنداش خبرة او صغيرة في السن او مش فاهمة ان ده اقصى حاجة انت ممكن تحلامي بيها في الحياة انت بتستهليش اللي كده اكزاك او حاجة تانية اللي هو ايه خلق جوايا احتياج ودي قصة انا شرحتها بكذا والكتاب معمول بأسلوب قصتي شوية يعني كلها زي ما حضرك قلت كتاب قصة صغيرة فشرحت ليه مثلا في وقت معين واحدة ممكن تكون عايشة في امان الله وكويسة جدا وفجأة تلاقي حد بيقولها انت نقصت كذا فيبدأ يخلق جواها احتياج ممكن تكون هي ما كانتش محتاجة فعلا او اوار انها محتاجة ويحسس ان هو بس اللي ينفع يسدده او العكس يطلع لها المشكلة ويحط نفسها الحال بالزبط زي قصة حكتها انه في الكتاب انه كان فيه واحد الواحد ده اتعرف على واحدة على السوشال ميديا قالت له ان مراتك مش مسددالك واحد واثنين وثلاثة فانت محتاج كذا وكان هي نيتها مش صافي قوي لان هو كان سبها قبل ما يتجوز مراته دي فكانت راجعة تنتقم يعني فسميته اه سميته اللي هو زي عدل ينتقم فهي الفكرة كانت الهيدن اجندة او فيه حاجة نية مبيتة خلفية فخليته هو يحس انه هو محتاج حاجة مراته مش قادرة تسددها سب مراته بيته وولاده دي باحدة القصص اللي قلتها ولما جيه دور عليها ملقاش اختفت بعد ايه مخصريته كل حاجة فناس كتير قوي بتعيش وخصوصا مثلا في الجواز بها راضية ومستحملة ومبسوطة بحاجة معينة بتحصل وتفاجئ انه في حد مثلا معاها في الشغل ولا في اي حاجة بتعملها ويقولها ليه جوزك مش واخد باله منك ليه مراتك مش مراعياك ليه مش عارف ايه فابدأ احس ان انا كان في حد من الاخر بالبلد كده بيسخني على حياتي وبيخلق جويا احتياج ممكن يكون ما كانش موجود اصلا فده من الاسباب اللي تخلي الانسان فاكر انه هو هيلاقي المتعة او الانبساط وما يلاقيهوش طيب احنا اليومين دول الدنيا مقلوبة بسبب المسلسل اللي ما كان موجود ازمة منتصف العمر مقلوبة فعلا ايه رأيك في ازمة منتصف العمر كتعريف هي مرحلة ربنا بيسمح بيها عشان خاطر يخدينا فرصة نعيد اكتشاف حياتنا وان لو في حاجة معينة ماشية بطريقة مش مظبوطة قوي نعدلها ده الغرض الالهي من خلقر او بسماح ربنا سبحانه وتعالى للمرحلة دي في حياة كل انسان احنا واخدينها ازاي انها المرحلة اللي انت بتبوص فيها حياتك واسمك انك في ازمة منتصف العمر بتدمر جوازك بتدمر حياتك بتغير معظم معتقدات الدينية حتى في حياتك الفكرية السياسية والاسم يا جماعة محدش يكلمني انا في ازمة منتصف العمر وسبوني بقى برحتي لما المسلسل اتعرض والحمد لله المسلسل يعني بنسبة كبيرة ما سبش حاجة توكسيك ما تعملتش يعني فكان كل الكلام على ان الشخص المؤذي اللي هو تمثل في البطل هو شخصية عمر هو ماشي هو ضحية او بيحاول يصورون ان هو ضحية ضحية ظروف عائلية معينة ان امه كانت مش مهتمية بيه بعد وفاة والده كان بتتجاوز ناس اصغر منها في السن فهو كان مجروح بس هما صلطوا الجرح ده انه هو ماشي يقزي في كل الناس اللي بيقوا في طريقه وطول المسلسل في معضلة كده بتاعت انه هو مش بينكر انه غلطان بس في نفس الوقت بيتمادة في الغلط يعني احيانا كتير الناس بتقولك ايه بس هو بينكر انه غلطان هو مش عارف فيه يوقف بيستكبر يعني على انه يقول انه غلطان لكن هنا في المسلسل ده بزدات لأهما طلعوه مدرك اخطائه بس هو ما بيوقفش يعني هو بيكمل 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 عمر كان مثال الشخصية الجعينة اللي مثل الدور ده الفنان الكريم فاهمي يعني الشخصية الجعينة الشخصية الجعينة عطفيا الشخصية اللي شايف وده برضو شرحته في الكتاب بالتفصيل انه اي مشكلة تحصل هو صاحب المشكلة هو اللي يشيل حلها يعني يبقى هو السبب في المشكلة بس الشخص هو مسؤول يتشقل بقى عشان يحل مشاكل يعني انا اقذي الاقصادي وحاسة ان هو المسؤول امش دعوة لا هو انا عارف ان انا اقذيته نوعا ما بس مليش دعوة بالنتائج يعني انا بقذيه وعارف انه بقذيه بس انت بقى روح النتائج بقى اعمل اللي انت عايزه وبيحاول معظم الحلقات كان بتدور حولين فكرة ايه ان هو بيحل المشكلة بمشكلة اكبر يعني انت مثلا بتروح وحتى هم اصوروا العلاج النفسي فيه ان هو ما بيتعاملش مع المشكلة هو حتى الف حلقة من الحلقات انا بروح افتفض وانت للدكتور يعني كان بيوجه كلامه عايزني بس افتفض وخلاص عشان اخد وقت لكن احنا ما بنحلش حاجة وده كان قلب الموضوع ده كان قلب الحل سوما ما حلوهوش في الدراما يعني هم قالوا ايه قالوا هو عارف ان هو غلطان وبالتالي هو بيعترف بغلطه لكن هو ما بيعملش حاجة بالعكس بيروح عنده شحنة عاطفية مثلا هو مثال لايه شخصه دي برضو كتبتها انه مش معنى ان انت بتحبه واحدة ان انت تروح تقولها بحبك وتام معاها علاقة وبعدين هي بقى تدفع التمن لان انت كان جواك شحنة حب عايزة تطلع طب ما تفكر فيها قبل ما تطلع ما تشوف انت بموضيها اني اتجاه تفكر اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط اصلا اصلا فهو كان الستراتيجي بتاعة الشخصية دي كانت ايه كانت الهروب او تصليح غلط بغلط اكبر او عدم التعامل مع المشكلة يعني فيه نوع من انواع السلبية في اني اه انا غلطان وانا مؤذي والناس تعبينة طب and so بتعمل ايه مفيش انا بقى مش حاجة انا بدمر الناس والناس عملا بتتدمر عشان كده المسلسل انتهى نهاية مأساوية جدا انه يعني فيه اتنين انتحروا واحدة جننة يعني فانت بتعمل ايه في حياتك يعني المؤذيين نصين نص انك قدركت سبب اذاك فده في حد ذاته انجاز عظيم جدا سروه بقى العلاج النفسي او كلام مع حد بس لازم دورك ما بيقفش هنا فيه دور تاني ان انت تحاول تصلح اللي انت عرفته تشتغل على عنصر الشبع تشتغل على عنصر المسئولية تشتغل على عنصر البرو اكتيفتي الفعالية كل ده بنعمله احنا مع الناس في الكوتشنج او في اي وسيلة العلاج النفسي عشان خاطر يبقى بيسموها حقنا للدماء يعني يقلل الخسائر على قد ما تقدر لكن انا كده وانتو بقى شيلوا وازاكوا وشيلوا مشاكل كوت ذي حاجة صعب طيب دكتور ناسي لو سألتك انت كلايف كوتش بيجيلك شخصيات تقولك انا شخصية مؤذية او انا بضمر حياتي اللي حواليها فعلا اه يعني فيه بسي هو فيه بعض الاضطرابات النفسية ودي شرحت نفذة عنها في الكتاب زي اضطراب الشخصية النرجسية مثلا النرجسي ده من الناس اللي ما بتشوفش نفسها غلطانة خارس بالعكس ممكن يشوف نفسه ضحية يشوف نفسه مجني عليه يشوف نفسه مثالي بيشوف حاجات معينة ده ما يقولش نابطا من هو يتعي الولاء اللي حواليه طبعا طبعا ومش بس ولاء هو عايز الناس تتشكل على مزاجه وغالبا بيدور وقوي لغاية ما يلاقي شماعة يعلق عليها الاحتياج ده او اللي هو الاحقية دي فبيبقى عندهم حاجة اسمها هوس الاستحقاق وده ديت فكرة عنه في الكتاب برضو لكن فيه ناس بتبقى شايفة انها فعلا مؤذية فيه ناس مثلا بتدخل في علاقات خارج الزواج وبتبقى جاية عايزة تصلح عايزة مش عايزة تستمر في العلاقة دي هي عارفة انها بتأذي نفسها وتأذي زوجها او هو عارف انه بيأذي نفسه بيأذي مراته فهو بيحب يلاقي حل بس هي الفكرة انك ما تروحش لحد عشان بس يطبطب عليك ويقولك او يا حبيبي انت مسكين او او عندك حق لا روح لحد يساعدك في الحل فانك تلاقي ازاي تحل وباي the way هو في الكوتشين مثلا بالذات احنا الستراتيجي اللي بنمشي بيها هو ازاي نساعد الانسان بدماغه بافكاره بقيمه وبمعتقداته انه هو يتحدى كل الافكار والقيمة المعتقدات دي ويلاقي منها حلول تتناسب مع شخصيته فده بيتوقف على ايه على فكرة ما ده الوعي يعني في الكتاب انا حددت تلات رشادة صغيرة كده من تلات خطوات وعي وضع حدود للمؤذي او لنفسك لو انت مؤذي او لنفسك لو انت مأذي عشان تقول كفاية وبعدين قرار وبعدين بنتعامل بقى في اخر مرحلة خلص او اخر محطة في الكتاب مع مراحل تعافي فكل ده بيخلي الانسان عارف يوصل لفين او يعمل ايه مش مجرد بس ان انا ببقى واقف عند مرحلة بتاعت ان انا انا المؤذي حاضرين يعني ده يعني انا نطشل كده او بملخص الشخصية بتاعت عمر لكن هو عمل ايه وبهدل الدنيا طيب دكتور ناسي لو سألتك انت من خلال شغلك ودعمولك مع انا نقول الكلاينس كتير ايه السبب اللي بيخلي ازمة منتصف العمر دي تظهر سواء عند الراجل او الست هي مرحلة مرحلة بنسميها مرحلة اعادة الحسابات ليها علاقة شوية بالسن يعني ممكن بتختلف من شخص الاخر بس هم العلماء ادوها رينج كده من نص التلاتينات الاوال او نص الخمسينات نص الخمسينات اه فيه ناس بتستمر عندهم بتبدأ عندهم متأخر وتنتهي متأخر فيه ناس ربطتها احيانا باقتراب مرحلة المينو بوز او سن اليأس فيه ناس قالت احنا مجرد ما دخلنا الاربعين بدأت ازمة منتصف العمر هي فعليا هي مش مفروض تتاخد على انها ازمة هي مفروض تتاخد على انها فرصة فرصة جديدة لكل حاجة يعني مثلا احنا في عصر دلوقتي زي ما كنون بتكلموا حضريك قبل التصوير فيه ناس كتير اوي كان بتشتغل شغلانة لمدة عشر وخمستاشر وعشرين سنة الشغلانة حلوة وكل حاجة بس مش ماتشنج اوي للحاجة بالضبط اللي هم عايزين يعملوها مش بتشبع الحاجة اللي بحبها مش بتشبع الاحتي اوه بضبط الحاجة اللي بحبها الباشن الشغف فباجي في وقت معينة لقي انه انا ده انا جوانا صغير كنت بحب اعمل كذا فايدا وده على فكرة بنعمله مع ناس اللي هو بعيدة عن الريليشنشيبس فيه ناس بتجيلي في الوقت ده انا حاسنها زهقانة وكل حاجة مملة في الوقت ده ساعات بيحصل حاجة زي حاجة اسمعها الامتي ناس سندروم او متلازمة العش الفارغ اللي هو ايه انه مثلا الام بساعات بتيجي في وقت ولادها بيكبروا بروحوا بقى بلد تانية هيتعلموا ففجأة البيت بيفضل فدي مرحلة بتبقى الام بقى من اول اوهما صغيرين تمرين وما دارسوا اكلوا شربوا وعلاجوا وامراضوا ومذاكرة وفجأة الدوشة كلها خاصة البيت هيدي ففي دي دي ناس كتير بيتيجي عندها احساس ايه ده فيه ناس مثلا بتفاجأ فيها ده فيه زوج قاعد في البلكونة هناك اوه الراجل ده كان من زمان موجود بس احنا ما نتكلمناش معي فتبدأ تستكشف انه في الوقت ده اه 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 ده فيه راجل عجوز اوه ده في الوقت ده بيبقى فرصة لاصلاح جوازي فيه ناس كتير تقولك لأ طوليت ومش طوليت بنقول لا هو كمان في الوقت ده بيمر وخلينا اقول حاجة بالمناسبة انه لما بيكون الزوج والزوجة الاتنين بيمروا بنفس الظروف في نفس الوقت احيانا ده بيبقى صعب قوي 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 انهما بيبقاش عندهم وعي ازاي يعملوا ده صح واحيانا بيبقى بوزيتف جدا انهما الاتنين كأنهم بنمسك في قدين بعض عشان نلاقي حل سوا فدي خلينا نقول فرصة منتصف العمر خلينا نقول نعم مرحلة انا من خلالها بعيد ترتيب كل حاجة في حياتي كان زمان ما عنديش وقت عشان الولاد دلوقتي يبقى عندي وقت بس ما عنديش طاقة او ما عنديش نفس او ما عنديش passion يبقى نشتغل على الحاجة اللي تطلع على passion كان زمان مثلا انا مش مهتمة بجوزي خالص عشان مهتمة بولادي او العكس مش مهتمة بامراطي عشان مهتمة بشغلي دلوقتي شغلي ستلت يعني بايل اند مثلا عنص الاربعينات مستقر خلاص معظم الناس ذروفها بتستقر فتلاقي مثلا ايه جوا بقى الراجل اللي بسأ ازاي المسلسلات العربي كده قميس مشجر وركب موتوسيكل وراح صاحب واحدة قد بناته ده ازمة يعني انت كده بتتعامل مع الفرصة اللي ربنا ادهالك بأزمة بتجيب منها مشاكل مش معنى ان انت مثلا وصلت لسن ان انت كبير وعايز تعيش مع عاشت الشبابك عشان كنت بتشتهل من انت صغير او مثلا انا مشوفتش غيره عشان احنا تجوزنا من وانا صغيرة قوي ودلوقتي انا وهو زهقنين ده مش معنى ان نروح بقى نعمل بلاوي ونقول اصلا انا في ازمة منتصف العمر وده لما بنحاول نعالجه يعني ستيفن كوفي لما جيه كتب الكتاب بتاع ذا 7 habits العادات السابعة للناس الاكثر فعيلية كان مركز على فكرة خليك انسان فعال والمبادرة دي مش معناه ان انا اقول ايه شيلوا بقى الحاجات انتو اللي غلطانين انت زوجة مقصرة معايا عمرك مهتمتي بيا يا راجل انت امت اكتشف ده بعد عشرين سنة جواز طب انا عايز بنت اعيش معايا شبابي طب انا عايز شبابا مع امراتك على فكرة الستان بتعرف تتصابة يعني بتعرف تبقى صغيرة وتعيش الحياة بشكل passionate او فيه شغف لكن الناس بتستسهل ومن هنا بيسموها ازمة فانا بدل ما هنسميها ازمة هنسميها فرصة وفيه زي تدريب صغير كده قيس جوانب حياتك يعني احنا بنبص على جوانب الحياة الجانب الروحي عيد تقييم علاقتك بربناك اتعاملة ازاي بتصلي وبتصوم وبتعمل كل الفرائد وكل حاجة بتاع الدينك تمام الكونكشن بينك وبين ربنا عامل ازاي فبص على الحتة الاسبرتشول السلف جراس او التنمية الذات عامل ازاي امتى اخر مرة قرأت كتاب امتى اخر مرة هتنميت انك مثلا تعمل حاجة تغذي عقلك بدل السكرالينج على السوشال ميديا وخلاص وحاجات عملت بالعكس تشوه الحب اللي موجودين بالطيارهم الصحة شغال على صحتك ازاي فيه ناس بتستسلم بقى انا تخنتوا وتعبتوا مش عارفة اي طبما تيجي نعمل حاجة ايجابية العلاقات الاصدقاء المال يعني فيه ناس بيبقى معها فلوس بس مش عارفة تعمل بيها ايه فتقولك انا هروح عامل شوفنج على عيني وعلى راسي الشوفنج حلو وكل حاجة بس بنسبة ايه بيضمن او مور تأثير اكثر اطول فعالية هل انا باشتري حاجة انا محتاجها ولا باشتري للشرة بس بالزبط وطبعا ده ببقى شي نفع دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها فده برضو صعب فهي فيه جوانب معينة زي قلنا جوانب كتير المال العيلة الاهل المشكلة برضو احيانا في الوقت ده بتلاقي مثلا ايه ان الاهل تعبوا في الصحة والشخص نفسه صحته تعبت وفيه حاجات بدأت تبوز في البيت مثلا واحيانا محتاج يغير بيت والولاد بيخشوا جامعة فعليه ضغط مدزي رهيب الدغوط دي كلها بتخلي ازمة منتصف العمر ازمة لكن لو انا بدأت ابوص على كل حاجة ايجابية منها واشوف ازاي اوصل لحاجة حلوة من كل حاجة في لقطة من اللقطات هاعرف استمتع بهذه الفرصة فتكت ازا تشانس بس ازا فرصة نورتيني بجلد علاقات توكسك واتمنى محدش فينا يا ابنها ولا شخصيات توكسك يحفاك بيها نورتني دكتور نانسي ماهر الباحثة في علم العلاقات الأسرية نورتيني فقرتنا للأسف خلصت يا رب محدش يتعامل مع اي حد توكسك ولو انت حاسة ان انت في علاقة توكسك وقفي انت المسؤولة عن حياتك او انت المسؤول عن حياتك فاصل سويا لكده ركالك تينا